وفي ولاية العصابة انطلقت اليوم في مدينة كيفا القافلة الوطنية للتحسيس من أجل تقييد المواطنين في السجل الوطني للسكان وستجوب الحملة قراءة وبلديات ولاية العصابة بإشراف من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تطلق في مدينة كيفا قافلة جهوية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية من أجل تحسيس وتعبئة المواطنين غير المسجلين للإقبال على التقييد في السجل الوطني للسكان والوثائق المؤمنة اليوم جاءتنا هنا بعض من مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني جاءنا دعم حمل الواخر المعارك أخبار تحسيس جاءنا هنا مع المستوى المدني لدينا برنامج خاص للولايات نرى موالي مدني حتى تعمل المقاطعات المدير المساعد لمفوضية حقوق الإنسان المكلف بالحماية أكد أن عملية تقييد المواطنين على السجل الوطني للسكان تكتسي أهمية كبيرة لدى السلطات العليا في البلد التي عملت على توفير كافة الوسائل البشرية واللوجستية الضرورية إن نجاح هذه الحملة الوطنية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ لغزواني عناية خاصة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين خاصة هيئات المجتمع المدني بغية تحسيس الأهالي في القرى والتجمعات النائية المستهدفة وتوعيتهم على أهمية التقييد في السجل الوطني للسكان للحصول على أوراقهم الثبوتية التي هي حق أساسي لكل مواطن وانطلاقا مما تقدم يتوجب عليكم كم نظمات مكلفة بعملية التعبئة والتحسيس توجيه المواطنين من أجل إقبال المكثف على فرق التقييد بدوره المدير الجهوي للسجل الوطني للسكان والوتائق المؤمنة أوضح أنهم وفروا الوسائل الأساسية لتسهيل الإجراءات والمساطر المتبعة بهذا الصدد الأمر الذي سيمكن من تقريب الخدمة من المواطنين أينما كان تم افتعاز خمس بعثات متنقلة في العصابة إثنتان في باركيول نظرا لشساعة المقاطعة وواحدة في كونكوسا وواحدة في مقاطعة كيفا وواحدة تجمع بابين مقاطعة بومديد ومقاطعة قرو نظرا لأن قرو توجد به ثلاث بلديات تعمل مرتبطة بالشبكة فقط بلدية ويد جريد هي التي لا تعمل بالتالي أدمجت مع بلدية الأفطح وبلدية حسيطين من جهتها رئيسة المتدر الجهوي لمنظمات المجتمع المدني في ولاية العصابة شددت على أهمية التقييد في السجل الوطني من أجل تسجيل كافة المواطنين وتشكل الوثائق الثبوتية المؤمنة مدخلا لا غناء عنه للتمكن من تسجيل الأطفال في التعليم والاستفادة من البرامج الحكومية ذات البعد الاقتصادي والتنموي الشيخ الحميدي الموريتانية مدينة كيفة شكرا شكرا شكرا